نحاة تانية تكيس جونياس الموديل الفني لنادي بيرامد كان له تصريحات ايضا مهمة هو انتقط شوية موضوع تضييع الوقت من لعيب نادي الزمالك وقال انه هو ما بيدربش اللعيبة على تضييع الوقت وقال انه كل حاجة انتهت بعد الشوت الاول بعد راكلة الجزاء في الثواني الاولى قال انه البرامد حاول بعد الهدف الاول لكن ما كانش فيه نجاح في الفرستين اللي اتحققوا اليوم في الشوت الاول قال انه الزمالك استحق الفوز في النهاية وحصد الثلاث نقاط قال انه لاعبي البرامد ما نكحوش انه هما يسجلوا الفرص اللي قطيحت ليهم عشان كده خسروا المباراة قال ان كرة القدم ساعت ما بتبقاش عادلة عشان كده الفريق النهاردة خسر او بصراحة نهاردة عشان الكورة عادلة الزمالك كسب وبرامد خسر ده بصراحة بيرامد بيقدم مباراة كبيرة بيرامد بيقدم مباراة ممتعة في الدورor السنينية وانا كنت بقول امبارح شكرا لبرامدز انه بخلينا نشوف منافسة سلسية على قمة الدولة بس النهار ده ببرامدز ما كانش الفريق الافضل وبالتالي الكرة عادلة انه الزمالك الفريق الافضل هو اللي كسب مع كامل احترقام لتاكيس ولو حد المفروض يلوم نفسه بعد مباراة اليوم فأول واحد هو تاكيس جونيس الموديل الفني لبرامدز مش حد تاني عشان هو عنده زي ما قلت لكم العناصر اللي تكسبه العناصر اللي تخليه افضل ومقدرش يعمل ده والزمالك في ظروف صعبة جدا قدم مباراة كبيرة فنيا وكبيرة على مستوى الاداء الفردي لكل اللاعبين وبالتأكيد مرة اخرى والف يزبالدو في ديرا ده بالنسبة لتصريحات المدربين